ما بين الخيوط الملونة والمعدات الخشبية تتحرك أنامل أم محمد العرود بإحدى الصناعات التقليدية في محافظة الكركة ألا وهي حياكة النسيجة التي اشتهر فيها الأردن لعقود من الزمن لتشكل بهذه الأنامل قطعا من المنسوجات والبسط اليدوية التي تتعدد استخدامتها متحدية بذلك كل ظروف ومصاعب الحياة لتأمين قوت عائلتها ولعيش حياة كريمة مع بداية كل صباح تبدأ أم محمد العرود عملها في مشروعها الخاص حياكة النسيج على آلة النول البسيطة هذه تصنع أم محمد من مدينة الكرك المنسوجات والبسط اليدوية وفي هذا المكان يأسرك عبق الحضارة في مهنة تعتبر من أعرق الصناعات التي ارتبطت بالثقافة والحضارة الأردنية ظروف الحياة القاسية دفعت أم محمد التي احترفت هذه المهنة منذ عشرين عاماً للتوجه إلى هذه الحرفة لتأمين قوت عائلتها ولعيش حياة كريمة بسبب مصاعب الحياة واحتياجاتها وضربت بذلك مثالاً يحتذا به لأم قوية كافحت من أجل قوت أبنائها وهذه الحياة تصوف اللي ورثناها عن أبان وجدان منذ عشرين سنة وإحنا بنشتغل فيها وهي كانت تجيب لي دخل مادي إلى البيت وكان معي ستات يشتغلوا وهسا انقرضت هاي ما فيش حدا يدعمنا من الجهات كانت أول جهة تدعمنا ووقفت عند دعمنا هسا ما فيش حدا ما فيه تسويق والش بناجي أن وضعت السياحة أو جهة ثانية يدعمنا عشان يعني إيش انكمل مشروعنا وتجيب إنا دخل لبيتنا والبنات اللي كانت نسوان كانت معنا وتبدأ عملية صناعة النسيج من إحضار الصوف وغزله على شكل خيوط طويلة ثم صبغه بالألوان المختلفة ووضعه على آلة النول الخشبية ليتم تشبيك الخيوط ببعضها بشكل متلاسق لتكون النتيجة سجالة يدوية متقنة صناعة وتحرص أم محمد اليوم على التمسك بهذه الحرفة التي باتت اليوم على حافة الاندثار وذلك بعد إغراق الأسواق المحلية بالنسيج الصناعي المستورد وضعف التسويق والدعم لهذه المنتجات اليدوية نحن نصنع بوسط يعني حياك يعني حتى بطلع برضا للخليج بروح لأمريكي هاي القطع اللي كنا نشتغلين في المصنع كان روح للخليج روح لأمريكيا معارض نعمل فيهم في عمان بس السنقرضت ما في ناس يدعمنا ما في ناس يدعمنا من مرة يعني إحنا بناجي الناس يدعمنا يعني من وزارة السياحة من منظمات بناجي فيها من جمعيات إنها تدعمنا لأنها بنحب الورثة بنحبه لأنه ما استرزق أنه بنحب هاي الورثة أنا بحبها هنا في هذا المحل الصغير عزيمة أم محمد كانت أقوى من كل الظروف التي وقفت في طريقها وتمكنت من توفير دخل يساعدها على تأمين حياة كريمة لها ولعائلتها من محافظة الكرك محمد الكفاوين رؤيا